السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم متابعين قناة عرض قينو ليونيكس معكم عمد الوجيب اليوم أكلمكم عن LibreOffice حفظ الملفات سنتعرف على أمر الحفظ أمر الحفظ باسم كيف نحفظ الملفات بكلمة مرور كيف نستطيع أن نخلي ملفات للقراءة فقط وكيف نسمع لبعض الناس بالتحرير يعني كيف نعطي شخص معين كلمة مرور بالتحرير الملف وكيف نفعل خاصية الحفظ التلقائي للملفات طيب فنتعرف عليك الخاصية وليش نستخدم الخاصية هذه هذا الملف ملف غير محفوظ يعني ملف الآن فتحته جديد لما انتفتح ملف جديد أمر الحفظ وأمر الحفظ باسم كيف نحفظ لما يكون ملف جديد ملف غير محفوظ يعني ملف حالي أنت وقفاته أو ملف محفوظ بالنظام في مقيمة الفتحت هذا الملف لا فتحت LibreOffice بلتتحرر فالأمر هي ملف الحفظ والحفظ باسم كيف نحفظ طبعا الحفظ تلاحظ أنه عليها زي ما تقول تعميط أو زي ما تقول تعطيل فكيف نخلي هذه الخاصية فاعلة طبعا هذه الخاصية يسوي للتعطيل النظام تلقائيا إذا كان الملف ما في تعديلات عليه يعني زي ما هو ما شي ما عدلت عليه فما بيعطيك خاصية الحفظ لكن خلونا نقول بسم الله ونبدأ ونكتب مثلا بسم الله رحمة رحيم ونجرب الحفظ الحين طبعا ممكن تحفظ عن طريق القائمة هذه ممكن تحفظ عن طريق الكنترول اس طيب نسوي حفظ رح يقول لك هنا اكتب كلمة أو عفوا الاسم رح أجي هنا وكتب مثل طبعا رحظ أني قاعد أكتب هنا تلعا فلما أجي أكتب ممكن أكتب تجربة حفظ واحد حفظ الآن حفظنا الملف الآن حاليا أنا قاعد أستخدم ملف موجود محفوف على النظام يختلف عن قبل شوية قبل شوية كان ملف ما موجود قاعد أحرر طيب لما يكون له ملف موجود يكون له حالة ثانية لو أجي أكتب هنا مثلا فمحيم الحمد للارب العالمين ماشي رب العالمين طيب ثم نأجي هنا وأسوي ملف رح تلاحظ أنه هذا الخيار مفاعل أيضا هذا الخيار مفاعل الفرق الحين بين هذا و هذا أنه لما نضغط حفظ يحفظ على نفس الملف ولكن إذا بتحفظ نسخة من الملف يعني نسخة حاب تعدى عن الملف هذا ولكن من نسخة اثنين يعني نسخة ثانية مختلفة الملف الحالي ما تبي تلمسه ممكن تسوي ملف حفظ باسم حفظ باسم يسمع لك أنك تسمي الملف باسم ثاني وتشتغل عليه طبعا لاحظ لما نسوي حفظ الحين ستغير الاسم من تجربة حفظ واحد إلى تجربة حفظ اثنين لقاعدة تشتغل المستدد الثاني الآن ممكن أكمل أكتم مثلا بطاطسون بطاطسون طبعا بطاطسون بالتنوين الضمة بس أقولك تذا ممكن ما يريد أن يكون تعرف على خصائر الزيادة بخاصية الحفظ باسم لاحظوا انه في الحفظ باسم هنا فيه فلتر ممكن من هنا تختار اشياء كثيرة يعني اللي هي متدادة الملف ممكن بالمناسبة تستخدم HTML ممكن تستخدم Microsoft Word طبعا ما يستخدموا Microsoft Word لا تعطيهم ملف بالطريقة ليش؟ أعطهم ملف محفظوا بطريقتك الخاصة أرسلهم إياه وقلهم تحبوا بالليبروفيس طيب نحنجي حين وسوي حفظ مثلا HTML طبعا لما تحفظ بالHTML سيقولك هل أنت حاب تحفظ نسخة HTML وتتركها الحالة أو أنك حاب أنك تستخدم هذه ODF خاصة بالليبروفيس طبعا ممكن تحرر المباشرة HTML وممكن تستخدم هذه الخاصية طيب طبعا نحرر المباشرة لاحظوا أن هناك قاعدة أكتب ملف HTML ترى 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 حسنا نحفظ حفظ على HTML دعونا نتعرف على خاصية زيادة وخاصية الحفظ بكلمة مرور لاحظوا أن نحفظ بكلمة سر مالذي لقد قد تترك الملف لقد قد تجرب الملف حفظ بكلمة مرور ترى سأقولي دخل كلمة مرور 4 وحدة ترى فالآن أي شخص يفتح هذا الملف نقفل ونفتح الملف مثلا من هنا حفظ بكلمة مرور سيطلب منه كلمة مرور بعد ذلك لا سيفتح له حسنا حسنا هناك خاصية أيضا ذلك خاصية رهيبة تترك الملف للقراءة فقط وحفظ بكلمة مرور. اشتركوا في القراءة اشتركوا في القراءة اشتركوا في القراءة اشتركوا الى اشتركوا في القراءة ثم تحقق تغيير كلمة المرور طبعا بالتأمر طبيعي جدا انه يقولك ادخل كلمة سر الفتح اوكي فانا اخطى كلمة مرور ثانية طبعا مو بلازم اسألك عن كلمة مرور القديمة انك اتواك فاتحه اوكي فانغير الضيوم ل اه اربع اثنينات طبعا حسب قراءتي ملف حسب موقع الليبر اوفيس ترى التشفير الخاص بالليبر اوفيس قوي جدا ويقال انه او يعني ما على حسب موقعه منه ممكن ما يفتح فانت بتحط كلمة رو تنساه طيب طيب الان حفو عرفنا كيف نسوي الشغلات هذه البسيطة رح ننزي حين بتعرف على خاصية الحفظة تلقائي بالنسبة للحفظة تلقائي ليش نستخدم على خاصية الحفظة تلقائي طبعا هي خاصية مهمة جدا لا سمح الله طف الكمبيوتر وانت قاعد تحرر وما حفظ في نسخة او علق الجهاز او تستخدم مثلا نسخة غير مستقرة من البروفيس وقفل البروفيس بوجهك خاصية الحفظة تلقائي فيها ميزة انت بدأت تحفظ على طول معك وكل ما تحرر بعد شوية يحفظ كيف نشغل هذه الخاصية على سينا نسلمها دائما محفوظ طيب نروح لم أدوات ثم ننزل على خيارات طبعا هنا في خيارات كثيرة هنا ثم نروح لم عامدت الحفظ تحميل الحفظ ثم نروح الى عام طبعا لما نروح لم عام هنا راح نحصل خاصية جميلة جدا ما هي؟ راح تحفظ المسترد تلقائيا طبعا حفظ المسترد تلقائيا بس حطع العامد صح راح يبدأ يحفظ الملف تلقائيا اوكي ممكن هنا غير الوقت بداخل 11 دقيقة خليه كل دقيقة راح يحفظ الملف حسنا راح نضيف حاجات زيادة مثلا نكتب طماطم طماطم طبعا نحن عارفين انه ضمه الى آخره ننتظر شوية راح تشوف بعض محافظ الملف تلقائيا طبعا 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 طبعا